مرحبا وأهلا وسهلا فيكم لفيديو جديد من فيديوهاتنا من سيريز اتعلم مع اودو اذا في عندكم اي اختراحات اتركونا اياها بالتعليقات واليوم احنا بالفيديو تبعنا حنتطلع على شغلتين كتير مهمات على السيستم اللي هي نفقات المؤجلة والإيرادات المؤجلة وكيف احنا ممكن نعرفها على اودو بالنسبة لنا اي شركة انت ممكن تسجل إيراد بدل ما تسجله بشكل كامل على تطبيق المحاسبة ممكن انت توزعه على فترات لاحقة في المستقبل فاحنا بنشوف كيف احنا ممكن نعمل هذا على السيستم لو احنا ندخل على الاعدادات وبنتشه بالخصوص على اعدادات المحاسبة هنلاحظ عنا في option بسمحلنا نعمل ترحيل القيود المؤجلة وبنحدد هذا الترحيل كيف بيكون للنفقات المؤجلة وللإيرادات وإيش الحساب اللي بنعكس عليها هذا النفقات والإيرادات وطبعا نحن بنقدر نغير طريقة احتساب المبلغ إما يكون بشكل متساوي لكل شهر أو يكون بناء على الأيام فهذا الفيديو حنعمله متساوي لكل شهر خلينا نعمل إيراد ونسجع السيستم ونشوف كيف بنعكس عنا طبعا نعمل حفظ لو هلأ رحنا على تطبيق المحاسبة ودخلنا على الفواتير الخاصة بالعملاء ونحكي أنه إحنا في عنا مستودع وهذا المستودع بدنا نأجره لواحد من العملاء تابعه لنا خلينا نشوف كيف نعمل على السيستم أول إشي لازم أتأكد أنه العميل مختار عندنا بالسيستم فإحنا حنشق عميلي جديد عميلنا ليث الأحمد وحامل إنشاء العميل طبعا إحنا هون ممكن نحط المعلومات الخاصة بالعميل ونسجل عندنا بالسيستم طيب أول شي لازم أتأكد منه أنه بالنسبة إلنا في عنا خاصتين من فعالات اللي هو تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء هذا بالنسبة إلنا بيكون توزيع الإراد المؤجلة عندنا على السيستم خلينا نعمل إضافة المنتج اللي هو عبارة عن استجار المستودع نحط مثلا عندنا مستودع ربيل وحنحط عندنا السعر اللي إحنا مأجرين فيه هذا المستودع نحط إنه هذا المستودع سيتم تأجيره بـ 120 ألف دولار وعلى أساسها لازم إحنا نتأكد إنه نحط تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عشان تنكس عندنا بطريقة صحيحة على التقارير المحاسبية فنحط تاريخ الابتداء من تاريخ اليوم وتاريخ الانتهاء التسجيل تباعها هيكون عندنا على آخر السنة طيب فأنا لما أنا بأكد التسجيل الخاص فيها هلاحظ إنه أنا في عندي بوتن طلع جديد اللي هو القيم المؤجلة خليني أسجل الدفع الخاص في الدفعة وأحكي إنه تم تحويل المبلغ بشكل كامل لحسابنا في بنك العراق وحامل إنشاء عملية الدفع طيب فأنا قمت بإنشاء عملية الدفع وبلاحظ إنه صار في عندي القيم المؤجلة خليني نشوف كيف السيستم بيطلعنا إياهم إحنا عنا على أودو القيم المؤجلة بحتي توزع عنا بشكل قيود يومية من تاريخ الابتداء لتاريخ الانتهاء فلو بنطلع على أول قيد لإنا حيكون هذا القيد اللي هو بعمل تسجيل من مبيعات المنتجات اللي هو التأجير المستودع إلى الالتزامات المتداولة فلو أنا اتجهت للتقارير ورحت لتقرير الربح والخسارة بلاحظ إنه عندي بالسنة كاملة تسجل للأرباح اللي هو 120 ألف دولار لو أنا بديها تعطيني فقط هذا الشهر في سبتمبر رح لاحظ إنه ما تسجلت بشكل كامل كإراد تسجلت بشكل جزئي حسب أنا كيف قصمتها بالإرادات المؤجلة خلينا ندخل على الجزء الثاني من الفيديو تبع اليوم اللي هو النفقات المؤجلة كيف إحنا بنقوم بتسجيل النفقات المؤجلة عندنا على السيستم خلينا ناخد بعين اعتبار إنه إحنا عملنا تأمين وقمنا بدفع التأمين بشكل كامل لواحد من مصانعنا في العراق فأنا لو رحت على المحاسبة وانشأت فاتورة مورد وبدي أسجل الدفعة إنه أنا قمت بعمل بأخذ تأمين من شركة العراق ناشنال انشورنس وبدي أسجل التأمين اللي إحنا دفعنا لهم إياه فأنا لو عملت إنشاء للتأمين وكتبت إنشورنس فور فاكتوري وحطيت قيمة الإنشورنس كان 80 ألف وطبعا أنا لازم أحدد عليها تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء فلو حطيت تاريخ البدء بداية هاي السنة تاريخ الانتهاء السنة القادمة اللي إحنا بدنا نحطه بالنسبة إلنا بسبتمبر الفين وعشرين فحنا وحطناها هون لنا سبعة سبتمبر الفين وعشرين وعملنا تسجيل وأكدنا الفاتورة طبعا إحنا السيستم بيطلع لخطأ إنه تاريخ الفاتورة غير مسجل فإحنا لازم نعمل تأكيد لتاريخ الفاتورة ونعمل لها تأكيد وبلاحظ إنه السيستم بيطلع علي القيم المؤجلة وبتسجع عندي بالسيستم فلو أنا شفت القيم المؤجلة حتتقسم عندي من تاريخ البداية اليوم إلى تاريخ النهاية بألفين وعشرين سبتمبر وهذا بالنسبة إلنا إحنا كيف نقوم بتسجيل النفقات المؤجلة والإرضات المؤجلة علىه شكرا لكم